نبدأ في هذا اللقاء الجميل تلاوة عطرة من أخونا أبو سعود الهواملة فليتفضل أحيك الله يا أبو عبد العزيز نرحب ضيوفنا اللي شرفونا اليوم ونمسي على الأسادة المشاهدين ونخص القيادة الرشيدة بكل خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه ولتبتو من فضله ولعلكم تشكرون شكرا 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 الله يرضى عليك أبو سعود على التلاوة الجميلة إليه تعليق منك بسيط على هذه العياء ما شاء الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام رسول الله نبينا محمد عليه من ربه أفضل وصلاة نواتم وتسليم القرآن كله عظيم لكن هناك بعض الآيات إن ما تحرك لها القلب وإلا في قلوبنا خلل ولو ربطنا عظمة الله عز وجل في بعض آياته وموضوع اللي تفضلت يا أبو عبد العيز في بداية الحلقة اللي هو عظمة خلق الله عز وجل لهذا القلب وكيف أن هذه الآلة تعمل وتشتغل بدون كل ولا ملل وبدون أي تعطل وبدون ما يحس الإنسان تعمل هذه الآلة العظيمة العجيبة في قلب الإنسان بل هي المحرك الرئيسي للجسم ومع ذلك الإنسان لا يعلم به هذه المضغة الصغيرة وعظمة خلق الله لها آيات الله عز وجل كونية وآيات الله قرآنية يعني لو تفكر الإنسان في هذا الكون وفهم ما فيه من آيات لعلم أن الله عز وجل أن هناك خالق عظيم وإذا عظم الله عز وجل الآمر عظمت الأوامر إذا عظم الإنسان الآمر اللي هو الله عز وجل عظم الإنسان أوامر الله سبحانه وتعالى فكيف تعرف أن الله عظيم بالدلال بعض آياته اللي نراها والله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون غير الآيات الكونية اللي تراها بعينك هناك آيات موجودة في جسم الإنسان ما يعلم يعني عظمة خلق الله فيها عقل البشر ولا يعني أوسع إدراك ولا ملكة إنسان علماء الفلك ابتكروا جهاز اسمه تلسكوب عشان يقربهم المجرات والكواكب البعيدة فوجدوا هناك عظمة غير العظمة اللي كانوا يعرفونها يعني غير ما تراه بالعين المجردة نراها من الكواكب المضيئة لما جاء الجهاز هذا يعني شاهدوا أشياء ما كانوا يشاهدونها بالعين المجردة ولما اخترع جهاز المايكروسكوب الخاص بعلم الطب شاهدوا في جسم الإنسان من الخلايا من الأشياء اللي ما كان الإنسان يستشعرها أو يراها بالعين المجردة فيزداد الإنسان عظمة واللي يقف معه لو عضو واحد من جسده خل اللي بعيد جسدك أنت لو تتفكر في خلق الله عز وجل لهذه العين وأن كيف خلق الله هذه الأذن وبالمناسبة أهل العلم يقولون في الرأس فقط فيه ثلاثة وأربعة أنهار الرأس لوحده فيه ثلاثة وأربعة أنهار حتى يعرف الواحد حقيقة عظمة الله عز وجل لهذا المخلوق العظيم اللي هو الإنسان نهر مالح اللي هو الدمع ونهر يغلب عليه المر اللي هو ماء الأذن المانع والحافظ بإذن الله تعالى من دخول أي حشرها وأي شيء يضر الإنسان والماء الموجود في الفم وهذا الماء الحلو